دعا المرصد الأورو متوسطي الحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي على خلفية الخراط شركتي جوجل وميتا في الانتهاكات والجرائب التي يرتكبها الاحتلال الصيوني في حق الفلسطينيين وأعرب المرصد الأورو متوسطي عن قلقه البالغ زاء شن الأحتلال الصيوني هجمات جوية ومدفعية بالغة الضرر بناء على التقارير التي تحصل عليها من الشركتين والتي تفيد بأن الاحتلال الإسرائيلية يستخدم عدة أنظمة تكنولوجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على مراقبة الفلسطينيين وتتبعهم وترصد تحركاتهم وتحدد أماكنهم بشكل غير قانوني اشتركوا في القناة